منذ إطلاقها لم تعرف منصة تويتر جدلا على النحو الذي تشهده منذ أن باتت في عهدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فبعد تسريح نحو نصف القوى العاملة في المنصة طالت عمليات تسريح أخرى فريق الثقة والأمان الذي يشرف على المحتوى العالمي والوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش في تويتر بل بلطة أخرى تطيرها المنصة الزرقاء بعد سلسلة قرارات انتخذها بماسك منذ استحواذه عليها فقبل أيام التزم الرجل باحترام نتائج استطلاع أطلقه بنفسه على تويتر بشأن ما إذا كان يجب أن يتنحى عن رئاسة مجلس إدارة المنصة فجاء التصويت بنعم وبالفعل التزم ماسك بهذا التعهد ومن خطوات ماسك المبكرة أيضا فصل عدد من كبار موظفي تويتر بذريعة أن الشركة تحتضر وسط خسائر فادحة وتراجع هائل في الإرادات وبمجرد استحواذه على أحد أهم إمبراطوريات التواصل الاجتماعي قررت ماسك تحويل الإشارة الزرقاء من امتياز مجاني إلى امتياز لقاء بدل مالي إذ باتت المنصة تفرد ثمانية دولارات شهريا مقابل العلامة الزرقاء ثمن نظام تحقق جديد ماسك استطلع أراء مستخدمين المنصة كذلك بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشارك في هذا الاستطلاع أكثر من 15 مليون مشترك وصوت أكثر من 50% منهم بنعم وغرد بعدها ماسك قائلا بأن الشعب قال كلمته وترامب سيعود بما فتح في وجهه سيلا من الانتقادات ومن دون سابق انذار علق ماسك حسابات عدد من الصحفيين على تويتر معتبرا أنهم تجاوزوا الحدود حين شاركوا بيانات متهلقة بموقعه الجغرافي ولكن بعد تعرضه لموجة انتقادات دولية واسعة استطلع ماسك مجددا مستخدمي المنصة بشأن ما إذا كان يجب رفع الحضر عن حسابات الصحفيين المعلقة فجاء التصويت بنعم وفي الإجراءات المثيرة للجدل كذلك أصبحت المنصة توقف الحسابات المنشأة خصيصا بهدف الترويج لمنصات أخرى